أنا أنيسة عندي 24 سنة وكل محد يعني وكذا واحدة كل لما تقابلها تقول لها تجوزتي ولا لسه وكلام بيجرح حاسسون إن كبرت وبقيت خايفة من العنوسة وهدفي إن أنا أتجوز مش عايزيني يفهمه إن مش بيقيدي حاجة أنا عايز أقول نقطة مهمة قوي ليك يا أختي لا تلتفت لهذا الكلام ولا يكن همك الزواج زي ما أنت بتفكري ما تحطيش الموضوع بتاع الجواز هو الأصل ولا هو الاهتمام ولا مستنيه عريس ولا مرود عن عانس ولا ما تحطيش دماغ الكلام ده ليه لأنه لما بنحط في دماغنا الكلام ده بيحصل نوع من أنواع التسرع في الاختيار وعند ذلك يحدث سوء اختياره بكده يبقى الجواز فاشل لا ما ولا تشغلي نفسك بالكلام ده كل واحد له وقت ربنا محدده وتجوز فيه فلا تشغلي بالك وبقول للناس اللي بتتكلم معا اللي ما تجوزتش بلاش المعاملة السيئة ولا هذه الأسئلة وربنا قال لي يا أيها الذين أمانوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها يعني خلاص فتحضوش بقى تسألوا في حاجات مش اختصاصاتكم ولا تدخلوا في أمور ليس لكم فيها شيء